أي نظام يهدد إسرائيل بالزوال سيلقى المصير ذاته تهديد مباشر وجهه بن يمين نتانياه رئيس وزراء إسرائيل إلى إيران ردا على تهديدات نشرها موقع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي هذا التصعيد يأتي على وقع هجمات سبرانية لقراصنة يعتقد أنهم إيرانيون استهدفت شبكة الإنترنت الإسرائيلية وعطلت الآلاف من المواقع غير الرسمية التوتر بين إيران وإسرائيل أخذ بعدا إلكترونيا بعد أن شن قراصنة يعتقد أنهم إيرانيون هجوما سايبريا على شبكة الإنترنت الإسرائيلية غير المؤمنة عطل الآلاف من المواقع الإسرائيلية غير الرسمية القراصنة نشر تسجيلات مصورة على المواقع الإسرائيلية تحمل رسائل تهديد بالعد التنازلي لزوال إسرائيل فضلا عن إظهار صور لمدن إسرائيلية مدمرة والقدس وهي بيد الفلسطينيين وما سمتهم الرسائل برجال المقاومة وفور وقوع الهجوم طالب المركز الوطني الإسرائيلي للحماية من الهجمات السيبرانية طالب مواقع رسمية ومواقع حساسة مثل شبكة المياه والكهرباء والقطارات على شبكة الإنترنت الإسرائيلية باتخاذ أقصى درجات الحماية تزامن الهجوم مع ما يعرف بيوم القدس الذي تحييه إيران هذه المرة بنشر تسجيلات مصورة لما سمته الحل النهائي لزوال إسرائيل على يد من وصفهم موقع المرشد الأعلى لإيران علي خامنائي برجال المقاومة والفلسطينيين التسجيل رد عليه رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بتغريدة أكد فيها أنه يذكر بخطة الحل النهائي الخاصة بالنازيين لتدمير الشعب اليهودي وإن أي نظام يهدد بتدمير إسرائيل يجد نفسه في خطر مماثل صحيفة الواشنطن بوست كانت قد كشفت أن إسرائيل تقف على الأرجح خلف هجوم إلكتروني نفذ في التاسع من شهر الحالي وألحق أضرارا كبيرة في عمل ميناء رجائي في بندر عباس بإيران ما يرجح أن هجوم القراصن الإيرانيين هذا جاء ردا على هجوم الميناء انضم إلي عبر اسكايب من لندن محمد قواص الكاتب والباحث السياسي أهلا بك سيد محمد هل هذه الحرب التي كانت جميعا توقعها اليوم ولكن أتت بشكلها غير تقليدي بين إسرائيل وإيران وهل ستبقى في إطار الشكل غير التقليد؟ يعني هي شكل من أشكال هذه الحرب طبعا إسرائيل تشن حرب حقيقية ضد البنى التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا دون أي رد إيراني نذكر بالمقابل أعتقد أن إيران تحاول قدر الإمكان الرد على طريقتها وعبر المواهب الإلكترونية السيبرانية طبعا نجحت إيران في ضرب أو في اختراق منشآت مائية عبر هذه الهجمات بالمقابل إسرائيل تشن هذا الهجوم السيبراني على أحد الميناء في بندر عباس أعتقد أن الفريقين في حالة منافسة حاليا حول القوى التي يمتلكانها علما أنه على الأقل التقارير الأمريكية تحدث عنها أن القوى الإلكترونية التي تمتلكها إيران ضعيفة مقارنة بالقوى التي تمتلكها إسرائيل لكن على الأقل بإمكان الجمهورية الإسلامية أن تصوق لمسألة الحرب مع إسرائيل ولاحظ معي أن بنيامين نتنياهو كما علي خامنئي يستفيدان جدا من هذه العداوة المباشرة من أجل استهلاك المحلي الداخلي سواء الاستهلاك المحلي في إسرائيل أو في إيران والمنطقة وأعتقد أيضا أن إيران التي تحدر نفسها لطورة مفاوضات قادمة حتما بعد الانتخابات الأمريكية أيضا تريد أن تظهر أوراق جديدة تملكها في المنطقة بالإضافة إلى لبنان وعراق سوريا وطبعا قوها العسكرية إضافة إلى قوتها في هذا المجال لا تقل يعني لربما هذه الحرب أهمية عن الحرب التقليدية ولكن أستاذ قواس برأيك اليوم حتى تقوم إيران بالمبادرة السؤال لماذا قامت إيران بالمبادرة هل هذا رد ربما على ما حصل في بندر عباس ربما ميناء بندر عباس العجمة الإلكترونية عليه السابقة أم ترى بأنها هي مبادرة جديدة اليوم هل هذه المبادرة تقول لك أستاذ محمد بأن إيران خرجت من عمق الزجاجة اليوم وبدأت تأخذ زمان من المبادرات في الهجوم حتى ولو كان سبراني أم لا يعني أولا المبادرة لأنها غير خطيرة بالنهاي إيران قد تدفع أثمان قليلة ومتواضعة مقارنة بأي رد إسرائيلي أو أمريكي على أي هجوم عسكري وبالتالي إيران تعرف جيدا السمن الذي تدفعه في سوريا كما السمن الذي دفعته في العراق بعد وخصا في قضية مقتل قاسم سليماني وبالتالي هي تذهب إلى الأماكن الأكثر أمانا والأكثر ربما حنكة موعا ما وقد تزعج هذه الحكومة الإسرائيلية التي للمفارقة أن كابنت إسرائيل الذي عادت أن يجتمع لأمور أشد خطورة فعلا عقد اجتماع لمناقشة هذه المسألة واعتبرها شديدة الخطورة لكن أنا رأيي حتى الآن يبقى هذا الأمر إعلامي وسجالي نوعا ما وأعتقد أن حتى موقف البلاد المتحدة الذي يعتبر أن هذا شأن ممنوع ومحرم قد يحول أيضا هذه الحرب السيبرانية إلى حرب نهرية إذا قدر الأمر ذلك أود أن أشكرك أستاذ محمد قواص للمجرمك إلينا الكاتب والباحث السياسي مباشر عبر سكايب من لندن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر